بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 131 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع المواريخ وقد انتهى بنا الحديث السابق إلى بيان ميراث الجدة والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة وهي كل جدة أدلت بمحر الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وكأم الأبي وكل جدة أدلت بمحر الذكور كأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أبي الأب أما الجدة المدلية بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب فهذه لا ترث لأنها من ذوي الأرحام فضابط الجدة الوارثة إذن كل من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور وضابط الجدة غير الوارثة هي من أدلت بذكور إلى إناث أو بعبارة أخرى من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما ودليل توريث الجدة السنة والإجماع أما السنة فمنها حديث قبيصة ابن أبي ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السبس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة رضي الله عنهما قال فأنفذ لها أبو بكر السدس قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت فهو لها فواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم فواه أبو داود وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس وهو كما قال الصديق وعمر رضي الله عنهما ليس لها في كتاب الله شيء لأن الأمة المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأمة الدنيا فالجدة وإن سميت أمة لم تدخل في لفظ الأمة المذكورة في الفرائض وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فثبت ميراثها إذن بالسنة وكذا ثبت ميراثها بإجماع العلماء فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب واختلفوا فيما عداهما فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كثرنا إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب الأم وورث بعض العلماء ثلاث جدات فقط هن أم الأم وأم الأب وأم الجد أب الأب ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الأم لأن الجدة تدلي بها ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثني وهذا بإجماع أهل العلم أن الأمة تحجب الجدة من جميع الجهات كيفية توريث الجدات إذا انفردت واحدة من الجدات ولم يكن دونها أم أخذت السدس كاملا كما سبق وليس لها أكثر منه والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة كالأم قول شاذ لا يعول عليه وإذا وجد جمع من الجدات فإن تساوين في الدرجة فإنهن يشتركن في السدس لأن الصحابة شركوا بينهن ولأنهن لوات عدد لا يشاركهن ذكر فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات ولعدم المرجح لإحداهن على الأخرى ومن قربت منهن إلى الميت فالسدس لها وحدها سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب وتسقط البعدة لأنهن أمهات يرثن ميراثاً واحدا فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد ولا تسقط بمن أدلت به في هذه الحالة على خلاف القاعدة المعروفة أن من أدلى بواسطة أجبته تلك الواسطة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدساً مع ابنها وابنها حي فواه الترمذي والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى يسقطها إذا وجد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقول من قال من أدلى بشخص سقط به باطل طرداً وعكساً باطل طرداً بولد الأم مع الأم وعكساً بولد الإبن مع عمهم وولد الأخ مع عمهم وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به وإنما العلة الصحيحة أنه لا يرف ميراثه فكل من أدلى بشخص وورث ميراثه سقط به إذا كان أقرب منه أما الجدات فإنهن يقمن مقام الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين بها والله أعلم أيها المستمعون نعدكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مواصلة الحديث في موضوع آخر من مواضيع المواريث في الإسلام فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه شكرا